أخبارنا المحلية وتنستهلها بشأن الأمنية حيث تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية باتنا من حرز أكثر من خمسة ألاف قطعة نقدية أثرية قديمة كانت بحوزة شخصين من ولاية خنشلة كما تم حرز كيلوغرامين من الكيف المعالج وعدة صيوف داخل مسكن متهم آخر بحي بوعقال تفاصيل في الميكروفون سعيد حريقة تم توقيف المعنيين ببلدية بول فريس وبحوزتهما خمسة ألاف وعشرين قطعة ومبلغ مالي يقدر بسبعة ألاف وخمسمية دينار جزيلي في نفس السياق قمت في قمع الإجرام بتوقيف شخص يبرغم من العمر 37 سنبي حي بوعقال ثلث بباتنا وبعد تفتيش مسكنه العائلي تم حج 2.35 كيلوغرام من الكيف المعالج بالإضافة إلى مجموعة من الإسلحة البيضاء كما ترون ممثلة في ساتورين سبع سكاكين من الحجم الكبير سيف ومبلغ مالي يقدر بـ 84 مليون سنتين سيكون اشتركوا في القناة